حريق في الغابة في ليلة عاصفة من ليالي الشتاء الباردة والمظلمة إلا من وميض البروق وقصف الرعود وصامتة إلا من عويل الرياح اندلعت النيران في إحدى الغابات القائمة في أطراف المدينة تعالت ألسنة اللهب في الفضاء وباتت غابة البلوط الفليني الشاسعة مهددة بخطر الحريق وفيما توقفت أرتال السيارات على جنبات الطريق القريبة من بؤرة النيران المتقدة ونزل راكبوها واحتشدوا يشرعبون بأعناقهم بدافع الفضول وقد استبد بهم القلق وسرت بين جموعهم همهمات اللغط كان رجال الوقاية المدنية قد وصلوا للتو إلى هناك يسبقهم صوت منبهات شاحناتهم وصياراتهم وأنوار مصابيحها الدوارة الخاطفة تملأ القلوب فرحا بوصول الإغاثة واقتراب ساعة الفرج توقفت شاحنات الإطفاء أمام الأشجار المتشابكة التي تحترق فنزل منها الإطفائيون وهم يرتدون بزاتهم الرسمية وقد اعتمروا خوداتهم المعدنية وتمنطقوا بأحزمتهم الجلدية العريضة وما هي إلا دقائق حتى وضعوا معداتهم في أماكنها وصوبوا خراطيم المياه نحو النيران التي أخذت تنتشر وانطلقت المضخات تدفع المياه بقوة والطراد وظل الإطفائيون يقاومون ألسنة النيران المتعالية إلى أن تمكنوا من محاصرتها في مكان معين سعدادا لإخمادها تماما وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أشجار حتى لا تصلها النيران فتعالت صيحات التكبير عالية ثم ما لبث أن ظهر إطفائي من بين سيقان أشجار الغابة وهو يحمل سناجب ضمها إلى صدره بحنو صمت الجميع وخيم الذهول وانهمرت من الأعين دموع الفرح وشرعت الشفاء تثني على شهامة رجال الوقاية المدنية وبسالتهم وتلهج بالدعاء لهم بينما ضجت الأكف بالتصفيق لرجل الإطفاء الذي غامر بحياته وأنقذ عائلة السناجب من موت محقق تشجيعا له على عمله البطولي النبيل النهاية